الزمالك أمس كان عنده مباراة قدام بروكسي طاكم تحكيم هذه المباراة كان له كثير من الأخطاء في هذه المباراة سواء كانت لصالح نادي الزمالك أو لصالح نادي بروكسي النهاردة الكلام كله عن إقاف لطاكم التحكيم وإنه حكم المباراة فكرنا يا جماعة بالإسم عشان سقط مني أنا آسف كابتن وليد عبد الرازق أخطأ أخطاء كبيرا بارح ولجنة الحكام بصادت إنها توقفه أو تجمده أي وصف من الأوصاف اللي أنت عايز أنا تمام وإيه اتحاد الكرة ولجنة الحكام لم يصدروا أي شيء حول هذه الأخطاء أمس وركز معايا في اللي جيدة وأنا كنت قدت الحرارة من قصة ديات من حوالي عشر أيام تقريبا أو أقل شوية كان يا جماعة من عشر أيام بالزبط كان فيه مباراة بين بروسيا دورتموند وبخوم الألماني مباراة دي خلصت بالتعادل واحد واحد وفاضل كان وقتها أربع أسابيع على نهاية الدول الألماني ركز معايا واحدة واحدة دورتموند في صدارة الدول الألماني بفارق نقطة واحدة عن باير مونيخ اللي محتكل بتورا بقاله تسع سنين خلاص دورتموند يا جماعة رايح يجسد بالدول الألماني فالمباراة قدام بخوم تخلص واحد واحد في هذه المباراة ضربت جزاء واضحة وضوح الشمس لبروسيا دورتموند اللي بينافس بصعوبة على صدارة الدول الألماني ما تحسبتش والحكم مرجعش للبار بعد المباراة حط بقى على جنب تصريحات المدير الفني وتصريحات المدير الرياضي اللي هم بس أبدوا فيها غضبهم من عدم احتساب الحكم لضربة الجزاء بس أبدوا غضبهم تمام؟ لا بقى انسحابات ولا مشاكل ولا خناقات ولا مؤامرات ولا باير بيعمل فينا ولا 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 بس أبدوا غضبهم في نفس اليوم يا مؤمن في نفس اليوم يا مؤمن لجنة الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم تصدر بيانا رسميا تعترف فيه أن بروسيا دورتموند كان له الحق في ضربة جزاء وإن ضربة الجزاء دي أثرت على نتيجة المباراة في النهاية بس إحنا ما نقدرش نعمل حاجة خالص بعدها بيوم حكم المباراة طلع واعتذر لبروسيا دورتموند اعتذر لجماهير بروسيا دورتموند قال نصا أنا راجل بحب الكرة قبل ما بقى حكم ومقدر جدا مشاعر جماهير دورتموند وأنا للأسف ما شفتش الحالة في الملعب وللأسف حكم الفار ما ندهليش بس لما شفتها عرفت إن هي ضربة جزاء الأهم بقى إن المدير رياضي بتاع بروسيا دورتموند نزل بعد كده بيان على الموقع الرسمي لبروسيا دورتموند بيقول إن الموضوع انتهى بالنسبة لنا باعتذار الحكم وإن احنا مش هنقبل من جماهير الجماهير بتاعتنا بروسيا دورتموند إنها تهدد أو تسيء أو تغلط في الحكم أنا واقف هنا فين؟ واقف إن احنا كلنا واضحين مع بعض ما تطلع لاجل الحكام تقول يا جماعة الحكم من بارح كان له أخطاء عديدة واحد اثنين تلاية اربعة يطلع الحكم نفسه يقول آه أنا لما رجعت الحالات دات آه أنا فعلا أخطأت ما هو الفكرة في إيه؟ إنه الحكم بيغلط الحكم في العالم كله بيغلط بس نعترف وإن ناحية التانية بعد اللي اعتراف بالخطأ دوت نهدى ليه؟ عشان ما فوكوا لنا واسقين من بعض أو واسقين في بعض عفوا وإن احنا ما عندناش تهيئات أو حاجات تحسسنا إنه فيه مؤامرات وخلافه دي الحياة السليمة دي الحياة البسيطة يعني